مصير الله عزيزي وحمد وعلى عزيزي وصحبك الإجراءين أنا أحكذا أن أفتحنا بإذن الله عزيزي اللهم افتح لنا أبواب الحكمة وأنطقنا بالحكمة واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة ثم أما بعد عنوان هذه الكلمة نحو رؤية فطرية للعالم بعربية القرآن الكريم أيها الأحبة إذا كان هناك نص ما في لغة ما قد أحدث ثورة لغوية وشكل طفرة لسانية تحتاج ليحدث بعض منها فقط في مكان ما وزمان ما إلى قرون وقرون فهو القرآن العظيم ذلك أن العربية التي نزل بها القرآن الكريم لها من الخصوصية والخصوبة المعجمية والمفهومية والغنى التركيبي والدلالي بحكم قرآنيتها وهويتها المؤسسة وأسبقيتها على التاريخ وعلى الواقع وتأسيسها لهذا التاريخ ولهذا الواقع على الأساس الذي يمكن أن يعد بحق الأصل الفطري ما ليس لغيرها بحكم طبعاً بشريتها والحقيتها للواقع والتاريخ وتأسسها به وتصويرها له إن اللغة بنت الاستعمال وكل مستعمل لها لابد أن يضمنها رؤيته حين نرى العالم بعربية غير عربية القرآن الكريم أو بلغة أخرى غير عربية القرآن الكريم لابد أن يعتري رؤيتنا هذه قدر من التشوه قدر من التشويه قدر من الانحراف قدر من التغيير بقدر زاوية الانحراف عن عربية القرآن الكريم هذه العربية التي تمثل الأصل الفطري للرؤية وأصل الأسماء كما علمت لآدم عليه السلام أول الأمر في اللسان ولذلك فمضار هذه الكلمة على ثلاث مقدمات مفهومية وأربعة محاول في المقدمة المفهومية أعرف إن شاء الله بالفطرية ومفهوم عربية القرآن ورؤية العالم وفي المحاور الأربعة المحور الأول اللغة أساس الرؤية وأداة الإبصار والبصيرة المحور الثاني أسس الرؤية الفطرية للكون والإنسان والعالم بعربية القرآن المحور الثالث وجوه من فطرية عربية القرآن وإن فضل من الوقت شيء أعرض صوراً أعرض صوراً من تشويه فطرية مضامين ألفاظ عربية القرآن الكريم في عربية الإنسان وقيموا تقابلاً بين عربية الإنسان وعربية القرآن طبعاً هنا معني في هذه الكلمة بالتمييز بين عربية الإنسان وعربية القرآن وإلا فكثير مما يقال في عربية القرآن هو مما يدور في الحديث عن الخصائص عن خصائص عربية الإنسان العربية العامة فأنا أؤكد على هذا التمييز بين عربية القرآن بحكم ما لها من خصوصية دلالية ومفهومية وتركيبية ومعجمية لا توجد في غيرها وإن كانت عربية الإنسان تأخذ من عربية القرآن مفهوم الفطرية لن أقف طويلاً عندما أورده المعجميون ما أوردته المعاجم اللغوية والإصطلاحية فهذا في النص المنشور لاحقاً إن شاء الله لكنني أقف عند نصين مشهورين ورد فيهما لفظ الفطرية أو الفطرة فالنص الأول قول الله جل جلاله بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ما هي؟ ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين النص الثاني ما ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء أو تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم هناك نص آخر والنصوص كثيرة جداً لعائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرون من الفطرة وهذا معروف ما خلص إليه بعد مطالعة ما ورد في معاجم اللغة وفي تأمل هذه النصوص أن للفطرة خصائص ومقومات الفطرة هي الصفات الجبلية الأولية التي منحها الله جل جلاله للإنسان وغرسها في طبيعته واحد اثنين الصفة الفطرية الأساسية الجامعة هي الاستقامة والسلامة ثلاثة من الفطرة واستقامتها التوجه التلقائي إلى الخالق جل وعلا وهذا مما يعكس الرؤية أو يشكل الرؤية من الفطرة واستقامتها طبعاً حب الفضائل وكره الرذائل والقبائح من الفطرة واستقامتها الميل الأصلي إلى السلوك المستقيم والتصرف والتحدث بصدق وصرحت النصوص كذلك بأن كل الناس جميعاً يولدون على هذه الفطرة أول ما يولدون فهي سنة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتخلف ولا تحابي أحداً بعد الولادة والاندماج في الحياة الاجتماعية تصبح جميع الصفات الفطرية عرضة لتأثيرات سلبية التي قد تغير منها قليلاً أو كثيراً دون أن تمحوها وتبدلها من أصلها وبناءً عليه فالفطرة من سنن الله التي لا تقبل الإلغاء والتبديل لكنها تقبل التغيير وتخضع للتأثير وعموماً مما عرفت به الفطرة في النص الأول القرآن الأول الفطرة الإسلام الفطر الخلق والإبداع رؤية العالم بإيجاز ماذا أقصد برؤية العالم؟ هي تلك الصورة التي ندرك بها العالم ونفهم بها أصله ومصيره ووظيفته وغايته ومن ثم فهي الحاكمة والموجهة لتفكيرنا وتعبيرنا وتدبيرنا فما عربية القرآن؟ عربية القرآن قول بليغ استوعب حمل آي وصور القرآن الكريم ومعانيه والقرآن الكريم وصف نفسه بأنه آيات في آيات بأنه قول بليغ وقول فصل وما هو بالهزل ونفى أن يكون قولاً بشرياً وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن قول رسول كريم ذي قوة متين مطاع ثم أمين كمان القرآن الكريم وصف نفسه بأنه هو القول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون هذا القول هو القول من جهات من جهة أنه هو أصل القول من جهة أنه هو حق القول ومن جهة أنه كل القول وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته فهو أصل القول ومع أن القرآن الكريم نزل بلسان عربي مبين لكنه أضار الألفاظ داخل السياقات المختلفة بدءاً من تنزيله إلى نهايته أضار الألفاظ بطريقة جعلت لها معاني خاصة داخل الرؤية العامة لهذا الدين في كتاب الله عز وجل ومن الضروري لانتباه إلى هذا الأمر وإلا وقع التشويه والتحريف والتغيير في الأفهام المحور الثاني اللغة أساس الرؤية وأداة البصيرة والإبصار استوت عقيدة كل المشتغلين باللسانيات الحديثة بشكل عام على أن اللغة التي نتحدث بها تشكل الطريقة التي ننظر بها إلى العالم الطريقة التي نفكر بها الطريقة التي نعيش بها وأن بنية لغة ما تؤثر في الطرق التي تتمكن بواسطتها الجماعة المستخدمة لهذه اللغة الله أكبر باختصار مجبر على أن أشير إلى أشياء إذن باختصار فقضية الرؤية الفطرية هي التي تشكل القرآن الكريم سأكون مجبراً على أن أذكر في المحور الثالث بعض وجوه فطرية عربية القرآن الكريم من الأسس التي لم يسمح لي الوقت بأن أذكرها أن الأصل الفطري للكون والعالم والحياة والإنسان في الرؤية القرآنية هو التسوية والصلاح وخصوصية الخلق والوظيفة إذا أخذنا لفظاً قرآنياً مثل لفظة التغيير يتجه الفهم العام عند عموم الناس إلى أن لفظة التغيير يحيل على أمر محمود ولذلك الكل ينشد التغيير الكل يطمح إلى التغيير أي أن التغيير هو الانتقال من حال الفساد إلى حال الصلاح والواقع أن الاستلاح القرآنية سيراً على قاعدة أن أصل الوضع في الإنسان والعالم هو الصلاح يعد التغيير مفهوماً سلبياً قائماً على تبديل الصلاح إلى الفساد صرح القرآن الكريم بذلك في قوله تعالى ذلك بأن الله لم يكن مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فدلت كلمة التغيير على أن المعنى هو الانتقال من الحال الأصلي الفطري الذي هو الصلاح إلى حال الفساد هذه واحدة ولم يصرح بذلك القرآن الكريم في قوله تعالى وإن فهم وأجمع عليه المفسرون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الكثيرون يفهمون هذا بعكس ذلك برغم أن كل المفسرين تحدثوا عن أن المعنى هو الانتقال من حال الصلاح إلى حال الفساد فوجب التصحيح سيراً على الأصل الفطري الذي يفترضه تفترضه الرؤية القرآنية للواقع وللإنسان والقائم على أن الأصل هو الصلاح وأن الفساد طارئ وتغيير وتبديل وتحريف وأن مضار عمل إبليس مذ كان آدم عليه السلام إلى يومنا هذا هو في التغيير والتحريف والتبديل وأن مضار أتباع إبليس من بني إسرائيل وأشياعهم على تغيير الكلم عن مواضعه وتحريفه من بعد مواضعه وتبديله وصناعة المفاهيم المشوهة لرؤية الإنسان للواقع وما القصف المصطلحي الذي تعيشه الأمة حالاً من مفاهيم الإرهاب وغيرها إلا دليل على ذلك دقيقة واحدة شكراً لك من المفاهيم من أسس الفطرية التي كان يفترض أن أذكرها أن المعنى العرفي لكلام المخلوقين يتعلق بوصف ظواهر الأشياء وأن المعنى الأصلية لكلام الخالق عز وجل لا يتعلق بوصف حقائق الأشياء ولذلك فألفاظ مثل الحياة والآخرة والساعة والظن والظلم والعلم وغير ذلك من الألفاظ كل هذه الألفاظ كلها لها رؤية لها فهم لها معاني في الرؤية القرآنية تختلف عن المعنى السائد في عربية الإنسان بورك فيك تبدأ الله